تسابق هؤلاء النسوة الوقت لاستكمال الإشراف على مشروع إصلاح شبكة الطرقات المتضررة جراء الغارات الجوية في رفحلب الغربي قبل حلول فصل الشتاء ورغم صعوبة المهمة إلا أن الفريق النسائي في برنامج تمكين نجح أخيرا وفي وقت قياسي بدأنا أول شيء بحالة جمع آراء للناس من خلال استبيانات من خلال تجمعات بين النساء من خلال التواصل مع التجمعات النسائية وعامة الناس من أجل معرفة متطلبات المجتمع فقمنا بحكمة المبادرات المحلية الناشئة في الأتارب وقمنا بتسفيد الطرقات في الأتارب ألف دولار قدمها الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج تمكين والذي تأسس أواخر العام 2013 لدعم ومساعدة المجالس المحلية يعني انقضاء فترة طويلة بقل التصليح وصيان الطرقات فحسب اختيار المجتمع بشكل عام وطلب من الناس فاضطرينا انه ناخد آراء ونشوف انه صار في لزوم لصيانة الطرقات وخاصة قبل فصل الشتاء ويعتمد البرنامج مبدأ المشاركة مع المجتمع المحلي من خلال استطلاعات للرأي يجريها لمعرفة ما يفضله المستفيدون وتقييمهم للخدمات وهنا اظهرت استطلاعات الرأي ان المواطنين في بلدات ريف حلب فضلوا صيانة الطرقات على اي خدمات اخرى تتعلق بالتعليم او الصحة الحق يقال حتى يكون كلامنا منصف يعني ضمن هالظروف والامكانيات والوضع اللي يعدي في البلد انا بعتبر انجاز عظيم يعني رغم انه لا يخلو الامر من ملاحظات في طريقة الاداء لكن صراحة ضمن الامكانيات العادل والانصاف يقول انه الله يزيهم الخير يعني عمل جيد وبهذا يكون البرنامج قد حقق هدفه في ترميم وتعبيد وصيانة اكثر من 30 طريقا حيويا يصل بلدات الريف الغربي والشمالي مهندسات سوريات سابقنا الوقت قبل دخول الشتاء لانهاء اصلاح شبكة الطرقات في ريف حلب الغربي واثبتنا انهن كنا على قدر المهمة الموكلة اليهن ضمن سلسلة مشروعات تمكين المجتمع المحلي كريمة السعيد أوريانت نيوز ريف حلب